اشتركوا في القناة ضمهم لهيئة النقل والمعاصلات وفي خبر اخر مشاهدين ادان شباب اتلاف الثورة رفع حظر السفر عن الاجانب المتهمين في قضية التمويل الاجنبي واكد الاتلاف في بيان له ان ما حدث يعبر عن صفقة فاشلة يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري وهيئة القضاء بحسب البيان وطالبوا ايضا في هذا البيان بتطهير القضاء واحترام القانون نلتقي المشاهدين الى محافظة بنسويف حيث اضرب العشرات من سائق حافلات نقل الركاب الجماعي من العاملين بشركة اوتوبيس الوجه القبلي للنقل والسياحة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية والوظيفية واعادة الشركة الى القطاع العام بدلا من تبعيتها للشركة القابضة والى محافظة محافظة سهاج حيث يواصل العاملون بمصنع البتجاز بالمحافظة اضرابهم الجزئي لليوم الحادي والعشرين احتجاجا على رفض الشركة فتح حوار معهم لتوفيق اوضاعهم الوظيفية من ناحية اخرى احتج الاف السائقين على نقص بنزين ثمانين في محطات الوقود خاصة سائق سيارات الاجرى فيما قاموا برفع الاجرى نظرا لاستخدامهم انواع اخرى من البنزين اغلى ثمنا في شأن اخر قرر وزير التعليم العالي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس جامعة سهاج بدءا من اليوم السبت ولمدة ثلاثة ايام على ان تجرى الانتخابات يوم الثاني عشر من مارس الجاري وما زلنا مع محافظات الصعيد مشاهدين والى المينيا حيث طالب قضاة المينيا في اجتماع مجلس ادارة النادي القضاء مساء امس بضرورة عرض اسباب وتفاصيل تنحي المحكمة عن قضية التمويل الاجنبي على الرأي العام بشفافية وفي خبر اخر نظم العاملون بشركة السكك الحديدية للمسافات القصيرة بالمينيا وقفة احتجاجية داخل الورش للمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية والوظيفية مؤكدين وجود فروق في المعاملة المادية والدرجة الوظيفية بين الموظفين مطالبين بمساواتهم بعمال ورش السكك الحديدية للمسافات الطويلة وننتقل الى بورسعيد حيث اعلن صفوة عبد الحميد نقيب النقابة الفرعية للمحامين ببورسعيد اعلن عن تشكيل لجنة الدفاع من اعضاء مجلس النقابة للدفاع عن من ثبت عدم طورتهم في قضية استاد بورسعيد وقال عبد الحميد ان مهمة اللجنة ستكون للدفاع عن بورسعيد بشكل عام في محاولة او من محاولة النيل من اهلها في قضية ليس لهم ذنب فيها على حد وصفهم والى الاسماعيلية حيث استأنفت محاكم ونيابات الاسماعيلية عملها بعد توقف جزئي عن العمل استمر لنحو اربعة ايام وذلك بعدما قرر المحتجون تعليق اضرابهم عقب صدور قرارات وزارية بالاستجابة لمطالبهم وتثبيت العمال المؤقتة ورفع رواتب العاملين وحوافزهم وفي خبر اخر مشاهدين من الاسماعيلية قالت مصادر ملاحية ان المدمرة الامريكية يو اس اس تيلور عبرت قناة السويس اليوم ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في طريقها للبحر الاحمر في مهمة خاصة بقوات حلف الناتو وذلك لمواجهة القرصنة في منطقة القرن الافريقي وعبرت المدمرة وسط اجراءات امنية مشددة وننتقل المشاهدين الى محافظة شمال سينا حيث اعيد اليوم تشغيل ميناء العريش البحري امام حركة سفن الشحن التجارية عاقب توقف دام ثلاثة ايام بسبب سوء الاحوال الجوية والتي شهدتها المحافظة من هبوب رياح محملة بالاتربة وانخفاض مستوى الرؤية بالاضافة الى الامطار الغزيرة ومن شمال سينا الى الوادي الجديد حيث تشارك المحافظة في برصة السياحة العالمية والتي تقام فاعليتها في مدينة برلين في السابع من مارس الجاري وذلك لتسويق امكانيات ومقاومات المحافظة السياحية والبيئية والتي تمتاز بها واحات المحافظة وفي خبر اخر من الوادي الجديد ايضا شنت قوات الامن بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة حملات امنية مكثفة بشوارع المدن الرئيسية بالمحافظة وذلك لضبط الحركة المرورية ومن الوادي الجديد الى محافظة مطروح حيث افتتح الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور علي صبري وزير الانتاج الحربي مجمع المخابز المطور بمدينة مرسى مطروح والذي تكلف قرابة 12 مليون جنيه لينتج في المرحلة الاولى 64 الف رغيف يوميا وخلال الزيارة اكد وزير التموين بدء استوزيع استوعنات الغاز بنظام الكبونات في الاول من مايو المقبل بواقع استوانتين شهريا لكل اسرة مشاهدين نختتم هذه الجولة من محافظة الفيوم حيث شنت قوات الامن فجر اليوم حملة على قرية ابو جندير التابعة لمركز شرطة اتصى لضبط الاسلحة النارية المتواجدة لدى اهالي القرية وذلك بعد تكرار حوادث استخدام الاسلحة النارية في عدة الشبكات بين عائلات القرية والتي تسببت في مقتل واصابة العشرات وتمكنت الحملة بالفعل من ضبط عدد من المطلوبين بالاضافة الى بعض الاسلحة النارية والذخائر مشاهدين بهذا الخبر نكون قد انتهينا من جولة المحافظات لهذا اليوم اشتركوا في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة